السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخلان بكم مشاهدينا بكناة وعندرنا نرضى عصر الحضرات بس يا جماعة المرة دي سلسلة جديدة سلسلة بالدولة العثمانية ليه طيب فين سلسلة العراق ما انا اجدان اعملت كولفور بالعراق فخلاص بقى ايه نغير هنا في عصر الحضرات يعني ايش معقولة هعمل دولة واحدة كل الالعاب مصر مثلا في عصر الحداسة هنا الدولة العثمانية ومثلا زي ما تشوفتوا كده في كولفور خلاص بقيت العراق تمام وايه دعبة ثانية ان شاء الله ندخلها جديدة وعندنا مثلا في ورلد كونكر ريال مادريد يعني ريال مادريد خلاص بقى الدولة مستقلة دلوقتي واحتلق يعني كمان وحدت اسبانيا وبرتغال مع بعض فدي حاجة حلوة طبعا احنا نلعب يا جدعان مود 1440 بالدولة العثمانية من قيادة القائد محمد الفاتح طبعا يا جماعة احنا مستنين سنة ستة واربعين صح كده ولا امتى وانا بيقولولي كده امتى بعد السلام تخلص يحدث احنا نقادرش نهنل الحرب على حد خلال اربع دورات عايز بس اعرف كم سنة قدامنا على ما نعرف ان نحتل الدولة البيزنتية كم كم يا باشا يا باشا الدولة البيزنتية يا عم بقى ما قلنا خلاص عرفنا ان هوا كمان اربع دورات كم حد ستة واربعين يجدعان فلا كتير جدا ستفعل ايه انت في الوقت ده انا هاعمل ايه انا احتل دول تاني يعني حاجة مش محتاجة يعني مش محتاجة وفي نفس الوقت برضو يعني لو جلنا هجوم من اي دولة لازم تصدى ليه شكل كده ايه شكل كده اجد عنا السود كان بايز فايه يعني ازاي انا بقول لكم احنا ما دام الدولة بيزنطية لسه لحد سنة 46 ونستطيع نحاربها ايا عني هنحارب دول تانية بقى مش محتاج ايه دول تانية في نفس الوقت برضو مش عايزين ستعلك فلوس كتير قوي يعني واللي عارفين يا جماعة يعني انا مش شايف عني احنا نحارب دول تانية ديلوقت اي شايف ان احنا نجمع فلوس كتيرة كتيرة جدا علشان الحرب ضد الدولة البيزنطية وبعد كده بقى هيبقى في حروب شرسة جدا فلازم احنا نصبر كده كم دورة نجمع فلوس فيها كويسة وبعد كده نعمل بقى اللي احنا عايزين طب يا جماعة احنا خلاص اهو السنة الجاية هتبقى السنة ايه الدولة دي فينها فينها قولوا لي بس فينها وانا هوريها طب ما نعمل معادة سلام دلوقتي يعني انا مش فاضي مش فاضي ادور عليك يعني خلينا نعمل معادة سلام ما تبقيش دولة بقى مؤرفة كده احنا اصلا ندخلين في حرب وحرب قوية مع الامبراطورية البيزنطية طبعا احنا كده ايه حطي مجيوش في كل حتة عشان نحصرها حلو ونقدر نهجم عليها اظن محتاجين جيوش تاني مش عارف ليه الان كده منها بس اظن احنا محتاجين جيوش تاني خلينا كده احسن رغم ان البلانس في الميزانية يكون وحش جدا بس احنا على طول بس نحتال الدولة البيزنطية لان اقتصادها حلو تلاتة واربعين الف اجد عنكم تخيلين بس المحافظة دي او المدينة الصغيرة دي يعني شوفوا اقتصادها قد ايه مش معقولة لحد اغسطس لسه لحد اغسطس طيب بسرعة بسرعة كده اغسطس تعال اغسطس بسرعة بعد اذنك بسرعة اغسطس تعال اغسطس تعال اغسطس حلو دلوقتي يا جماعة نقدر نعلن الحرب عليها ودي تكون بقى كده ايه يعني ان شاء الله فتحة خير على الاقتصاد وعلى السلسلة على طول يا جماعة كده اعلن الحرب عليها ودينا لهم تسعة تلاف جنجي طب والله يعني حلو حلو بصو يا جدعان فتبقى خمسمائة من التسعة تلاف جنجي متخيلين متخيلين الرقم بجد والله بس اغسط اقتصادنا الزياد حلو جدا احنا دلوقتي بقينا في المصانع ايه حد يقولي كده واحد تسعين الف انتم متخيلين يا جدعان متخيلين انا مش عارف اصلا ازاي احنا ازاي كده المفهود نزيد دكتور هو ايه مش عايزين نعمل معهد السلام ليه ايه ده ده فين ده ان شاء الله بقي الامبراطورية البيزنتية وينه وينه الباقي فينه يا جدعان حد يقولي بجد فينه فين يا جدعان بقي الامبراطورية البيزنتية فينه 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 انا مش لقيه بجد جد مش لقيه يعني ايه ده ده طب فين طيب حاجة غريبة يعني ازاي ازاي مش موجود مثلا ولا ايه ما اكيد موجود اه تمام تمام احنا كده مضطرين احنا يا جماعة نهجوم بجيوش من البحر كويس اني بس الحقيقة اشوفه قبل ما يجوا هجوم علينا كويس كويس ياب او ده فيش ميناء اصلا طيب حلو يمحتاجين لسه ميناء اصلا تمام اللاجيوش دي بقى نحركها ان شاء الله عشان تكمل على الدولة البيزنتية بس محتاجين احنا نعمل ميناء يا جدعين عملنا ميناء هنقدر نروح اسرع وشغلانا يعني بس نفيش مشكلة نستني اوه يا اولاد ازاي عملوك ازاي 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 بجد ازاي اللي ينمسى بيتهم كده يمشوا يعني في الدولة بتاعتهم ولا فرقت معاهم دي دولة مش عارف اقول ايه مش عارف والله اقول ايه يعني ما حدش بقى يتحرك كده خلينا نوقف نص الجيش لا وقف كل الجيش كل الجيش فيش مش عايز جوندي يتحرك خلي بس دول يتحركوا ما فيش مشكلة وكل دول نعمل لهم تسريح علشان عايزين جيوش هنا احنا لازم نهجم عليهم من هنا والله يا يونان ده انتو هتتنفخوا بس هوريكو انا هوريكو يا يونان ازاي كده يسايبنهم يا يونان ازاي والنبيع هاو هاو يا يونان هاو ايه اللي يطرين انا بقى ان انا قعد استنى سنتين كمان ولا حاجة على معرفة ارجع الاراضي بتاعتي اللي يطرين كده يا يونان ها يا يونان انا عملتلك ايه يا يونان بالله يا يونان ده انت حتتنفخي ها تتنفخي يا يونان انا اقول ريك يا يا يونان 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 لازم نبدأ هجوم كده يعني حتى نضيقهم بس مش اكتر احنا فلوسنا بتروح ازاينا ملاحظتش انا المنطقة اللي هجموا منها دي كنت اخدت بالي منها يعني كتتفرق لا لا الا العاصمة يا ولد الا العاصمة يعني ايه يعني انتوا عايزين تاخدوا العاصمة يعني انتوا تاخدوا مدن اه بس تاخدوا العاصمة لا تاخدوا مدن اه تاخدوا العاصمة لا يا حبيبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكده نكون خلصنا المعركة يعني كتت معركة صعبة صراحة يعني كتت معركة صعبة طي احنا دلوقتي بقى هنودي جيوش عند اليونان علشان نوريهم ايه اللي هم عملوه ده يعني هم عملوا كده غلطة كبيرة كان فلازم بقى ياخدوا جزائهم انهم ما خلوا كده دولة تعدي من الحدود بتاعتهم ولا فرقة معاهم هم ما يحاربوا مين ما عرفوش انهم ما يحاربوا الدولة العصمانية ويعتبر دي مساعدة دي مساعدة منهم للبيزنطيين اللي هم حاربونا فكده احنا لازم نحاربهم زي ما حاربنا البيزنطيين يعني مش محتاجة فإحنا كده دلوقتي جيوشنا دي هتكفي ان احنا نحاربهم ما اظن كده يعني اهو اعلان الحرب ولو ما كفتش برضو هنجيب جيوش من جديد ونحاربهم برضو اهو فعلا ما كفتش طيب يا جدعان واضطرين احنا نجيب جيوش تاني مافيش مشكلة عادي عادي خالص نجيب جيوش تاني والتالت ورابع على قال دول اسهل اسهل بكتير جدا بس ازاي عندهم كل الجيوش دي هكهر مسلا ممكن يكون الحجم بتاعهم هكهر ولا حاجة وبس كده يا جماع نكون خلصنا على اليونان والدولة البيزنطية واتمنى يكون الفيديو عجبك لا تنساش اللايك اشتركوا في القناة وانتو اشتركوا في فعل زر الجلس عشان نجيلك كل جديد والفيديو الجاية جدعان انا بوعدكم انه هيكون اسطوري لاننا مش هنحتل دولة ولا دولتين احنا هنحتل حوالي عشر دول جدعين فعايزين نوصل الفيديو ده لتلاتين لايك وانتو اده وصلنا الفيديو ده لتلاتين لايك فاحتل الدولة دي واحتل الدولة دي والدولة 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 دي القناة وتفعل زر الجرس عشان نجيه لكل جديد وسلام